السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكون وكلكم بخير وعلى خير يا ربي مرحبا بكم في قناتي وقناتكم في قناة لوبنا ماهر على فيديو جديد فيديو نهر اليوم أختي مع المعلكة المعلكة لبنات يا سلام حلوة الزمن الجميل السميدة والكوكش كوني ما تعجبوش هذه الحلوة أنا أحماق عليها تجي خطيرة لبنات مكونات مضبوطين أسرار كامين باش جيكم ناجحة سوف نشارك معكم السكر غلاسي و الكوكش اللي كتسولوني عليه بزاف بزاف دي الاسرار في هذا الفيديو هذا اللي غتخلي لكم المعلكة الحلوة دي الكوكو السميدة جيكم خطيرة وناجحة كيف ما كتشوفوا معها والواقع راه أحسن البنات من الصوار دائما كنتمنا لفيديو دي النهار اليوم الاعجاب ديالكم تبارتاجوا بالعائلة والأصدقاء باش عم الفائدة ونشجعوني وتحفزوني أنني نعطي دائما المزيد والمزيد سوف نجعل لكم ثمان في صندوق الوصف للبنات اللي سهل عليكم ونزلون مباشرة المقادر وطريقة تحضير الى عجبك الفيديو واحد لايك قبل ما نكمله او لمن نكمله الى عجبك الفيديو ابقوا معي حتى النهاية هنا سوف نحتاج المكونات ثلاثة الحبات البيض كاس الزيت ما عمرش من وزن 110 جرام عندي السكر سانيدة كاس عمر بومبي ما يعاديل 160 جرام هذه المكونات البنات رخاصة ديال اختي هنا عندي واحد زوج المعالقة ديال الكمفيتير او المربة ديال المشماش عندي هنا المبشور ديال الحامض وديالليمون عندي نكهة ديال الحامض وديالليمون ممكن تكتافي فقط بالمبشور عندي قبيصة ديال الملح وعندي سبعة جرام ديال الحلويات وعندي سبعة جرام ديال الحلويات وعندي هنا يا لبنات اهم حاجة لهذا الوصفة والنجاح هذا الوصفة هي الكوك الكوك البنات شوفوا معي هنا الكوك حرش وغليض واللون دياله ماشي بيض شوفوا معي ادي كيف شبقات باش نوريكم اللبنات هكا تعرفوا تخدمو او شوفوا سبعان اللي التحت البنات ناشفي شوفوا سبعان اللي حكيت فيهم الكوك مدسم مزية البنات يعني هذا هو سر باش تنجح معاكم المعلكة او لهذا الحلوة ديال الكوك السميد وتجيكم مرائعة هنا السميدة البنات نوع رقيق كيف ما كتشوفوا معي سميدة رقيقة عندما البنات هذه البنات رمي فيها لومبالاج حيث انا كان شريع غير اللعبار هذا ما كان حبيباتي لان بزاك تسولوني على النوع السميدة انا كان شريع غير اللعبار هنا هي البنات ثلاثة الحبات البيض الكاس ديال السكر سنيده رهبون بكيف ما شفتوا معي بكيف ما شفتوا معي مجرد مجرد الملح ضرورية هنا لدينا المبشور الحامضة ودرت المبشور 1.5 ليمونة كبيرة هذا المزيج الحامضة وليمونة البنات خطار كي يأتي بنيد رأي منعود لكم انا ربح راكلة خطيرة خطيرة زوج معالق المربا بالنسبة للبنات الذين يقولون ليس لدينا النكهة ممكن تستغناء عليها تزيد اضافة لون النكهة وكل شيء ولكن ممكن تكتافيه فقط بالمبشور سنقوم بمكونات مرة واحدة في البلا الذي سنقوم بها ونحركه كل شيء مرة واحدة لا نقوم بعمل مرحلة بمرحلة كل شيء مرة واحدة في البنات نأخذه من الليدل هكا فيه الطريفات وخيب قوليكم لا تبرزتوا شراءتكم معه رأيهم يأتيوا زوينين ويأتيوا لنا هذه المعلكة انتم البنات نخلط كل شيء غير يدامج السكار مع زيت لا نحتاجه ونخلطه شوفوا معي الكوك الحبيبات ديالو حرشين وغلاط الكوك اللي كيكون ناشف رغم ما غديش ينجح ليكم في هذا الحلوه هذه انا هنا مئتين وخمسين غرامة البنات ديال الكوك او لرابعة الكوك اضافتها كاملة لان هي اول مكون كان ضيف من بعد السواعيل الكوك خاصنا نخدموه مزيان ونمعكوه مزيان مع ذوك المكونات باش نخرج ونجح لنا الوصفة اكتر هذه البنات غير نتيجة خدمتي الدائمة في المعلكة وانا وصلت لهذه النتيجة كل مرة كل مرة فحاولت انني نعلكها مزيان لان هذه النصيحة نعطي لكم في كل فيديوهات عن المعلكة فأنت تجيني المعلكة كيف ما كان بغي يعني ضروري يمدلكو مزيان هذا الكوك باش يخرج لكم الدهون بالنسبة المية وخمسين جرام السميدة لا تجيوش تخويه الكوك السميدة في نفس الوقت وضيفه المية وخمسين جرام لا الكوك كامل وإلا كان ناشف سوف يشرب لكم كل شيء لا تجيوش المعلكة هنا لدينا 7 جرام الخميرة الحلوية سوف نضيف الخميرة ووصلت 7 جرام التي فرغت فوق السميدة السميدة على حسب النوع الكوكي لا تجيوش المعلكة لا تشقق لكم سوف نضيفه السميدة وضيفه السميدة وضيفه لذلك السميدة سوف نضيفه لا تجيوش المعلكة لا تجيوش المعلكة لا تجيوش المعلكة لأنه غريبة لا تشقق لنا وفي نفس الوقت لا تجيوش المعلكة سوف نضيفه القوام نضيفه ونقص القوام بالأيد هنا لدينا سكر جلاسي سكر جلاسي لكي لا تحرق لكم وكي لا يضيفه هنا سوف نضيفه وكي لا تجيوش المعلكة سوف نضيفه لقد قسمت هذه الكوائرات العجين هي عبار لكي لا يبقى موسخين لقد قسمت هذه الخدمة ونشفتهم جيد ونأتي هنا ونفزقوا شوية الكف ونشكلوا في الكورات جيدة ونضعها في سكر غلاسي إذا كان هناك سكر غلاسي سوف يزلون كمية الكورات في هذه المرحلة إما تضيفوا كمية الكوائرات ونضيفوا في الكورات وإما تضيفوا شوية بشوية وتخدموا شوية بشوية حتى تكملوا كمية إذا كانت تقيلة البنات هذه الكورات التي ازلتها لا تضيفوا كمية الكوائرات فند هذه الكورة جيدة و يكون الفائد كامل يعني يبقى عليها شوية سكار ليس كثيراً لا يزوج الكمية و نلصقها بسبعان من فوق الكورة لأن هذه الجيل الفوقانية تجيقها بسكار و حلوة جيدة و لا تتشقق لكم مزيان من فوق هذا مكان البنات نضعه بهذا الشكل هذا فهذا الأثناء الفران سيكون سخونة على 180 درجة سيكون سخونة جيدة البنات على 180 كيف ما قلت لكم إذا كانت إيدكم تقيلوا و لا تستخدموا هذه الكورات بسرعة حاولوا تغطيهم بسلوفان البنات و لا ينشفش لكم العاجين صافي انا هنا الصف شوفوا غاد يعوج ما عرف تشتبه ليه كاميرا انتوما البنات صافي انا غطيت هذا بسلوفان و لا ينشفش بالبلاستيك الغذائي وهنا اللاطاراني عمرتها ضروري البنات متبعد و حبة على حبة كيف ما كتشوفوا معي هذه اللاطانية رادرت فيها غير عشرين حبة يعني وهنا كنضغطوا عليهم شوية بالمعلقة كتساعدهم على التشقق زائد انهم كيجيوا شوية هابطين إلا كانت العجينة لبنات مرخوفة بزفرة كتسيح ليكم في الفران يعني كتجي بقلا بزف إلا كانت العجينة قاسحة بزف ما كتسرحش و ما كتكبارش في الحجم هنا 180 دراجو كيف ما شفتوا معي نقدر تفرف لي شوية قبل من الآخر يعني تكون شوية قريبة للعافية ولكن من الفوق و من التحت هنا البنات هدو نوعية دي الكوك باش نخدم شوف معي هنا كيجولون وإلا كان في الصاشية نقصوه باش نعرفه مدسم نشد شوية الكوك وسط الصاشية و ندعكم مع ذلك البلاستيك و نشوف البلاستيك لأنني فقسطوني أختي فقسطوني لوبنا لوبنا وهذا البنات سكر غلاسي أول مرة تقريبا ثاني مرة كنخدم به لأن كل مراش تلقي عند القزار مغربي البنات وهنا عيام بعد ما كانت تشقق لنا الحلوى البنات نقطة مهمة هنا أخذت لي 8 دقائق هبطتها من هذا كالرف اللي ما قبل فوقاني و قدرتها في الوسطاني خليت 180 درجة لا متبرزتوا راسكم لا تبقى تنقصوا درجة الحرارة ولا حتى شي حاجة 8 دقائق تشققت لي كاملة اخذت لي من بعد 4-5 دقائق قريب 5 دقائق و اخرجتها البنات لتبقى لكم ارتباء و معلكة لا تحمر لا تنقصوا على العافية مهم انا حاولت نعطيكم كل شي و ركا نعطيكم من قلبي ربي اللي يعلم و شوفوا معي البنات النتيجة اللي معلكة يا سلام معلكة نيت حطيرة طريقة الاحتفاظة للبنات اهم حاجة انا كندير ورق ديال الفرن ما بين الطبقة و الطبقة و كنديرها في المجمد اختي ايلا بغيت نحافظ عليها هاد النوع ديال الحلويات البنات اللي كي يخدموا لكم اخير حاجة تديروه قبل العيد انا وجهة تهالي انا اختي بغيتها صارحة هاد شي ليكين و قلت نشاركها معاكم باش تبقى عندكم الوصفة نتمنى على فيديو ديال نهار اليومين الاعجاب ديالكم بالنسبة للتامة سوف نخليه لكم في صندوق الوصفة كيف العادة الكمية اللي اعطيتني هي هادي كاملة البنات ما خزنت عليكم متشي حبة هاد شي اللي اعطاني كيف ما شفتوا معايا في الطبصيل و تقريبا تقريبا ركت عطينا شي كيلو عبار ركت جي خاطيرة خاطيرة البنات يا سلام كتبقى لكم مرتبة و معلكة سوف نقول لكم السلام عليكم واللي اول مرة كيشوف هاد القناة ما تنساوش الاشتراك تفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجادي القناة اكيد يلعجبكم المحتوى كيف ما كنقول دائما ولقاكم فيديو جاي بحول الله يكون احسن ان شاء الله السوداء و الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته